سباق للسيطرة على ما تبقى من محافظات الجنوب وضم ما بقي من منشآت إرادية لحقيبة أبوظبي أم ترهيب للقوى والكيانات المعارضة للمجلس الانتقالي ليكون عصى الأجندات الإماراتية ماذا يريد الانتقالي الجنوبي بتصعيده الأخير ضد المسؤولين الحكوميين وقيادات ونشطاء الحراكة الثورية السلمية الجنوبي في عدد من المحافظات الجنوبية تقول المعلومة من عدن إن تحركات مريبة تتصاعد منذ أيام رغم نفي الانتقالية التصعيد وإعلان التزامه باتفاق التهديئة المبرمي عقب محاولته الانقلاب على الشرعية في يناير من العام الماضي لكن النفي لم يعد كافيا في ضوء تواتر مؤشرات تقول إن ثمت شيئا سيحدث في الأيام القادمة في سقطرة تبدو مساعي الإمارات أكثر وضوحا حيث اعتدى مسلحون تابعون الانتقالي المدعوم إماراتيا على وزير الثروة السماكية فهد كيفاين ومحافظ المحافظة رمز محروس في مديرية قلنسيا هذه الحادثة جاءت بعد حملة تحريض من قبل أنصار الانتقالي ضد المحافظ محروس على خلفية موقفه الرافض لإنشاء تشكيلات مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية في عتق مركز محافظة شبوى اعترضت قوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات موكب قائد محور عتق العميد عزيز العتيقي في نقطة البياض بالتزامن مع ذلك نفذت النخبة الشبوانية عملية انتشار واسعة ومفاجئة ونفذت حملة اعتقالات ضد قيادات ونشطاء الحراكة الثورية الجنوبي وهو فصيل مناوئ للانتقالي الجنوبي وأجندة الإمارات اعتقل الناشط الحراكي عصام فدعق بعد يوم واحد من مشاركته في وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين سالم الربيزي وعبد الحميد الروسي في وادي حضر موت وسقطرة وشبوى وقبلها المهرة مناطق ضعف نفوذ الانتقالي وأراضي الثروات والموارد تطلق الإمارات أدواتها العسكرية وحملاتها التحريضية في محاولة لإزاحة خصومها وتقويض الشرعية بشتى الوسائل لتهيئة الملعب للانتقالي الجنوبي أداتها وعصاها الطائشة في وجه أبناء الجنوب فهل ستحقق مبتغاها أم تتنبه الشرعية والقوى السياسية وتضع حدا لهذا السيناريو المهدد لسلم والنسيج المجتمعي